الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائنا الطلاب وفي درس جديد من دروس التربية الإسلامية للصف الثاني أشر قد وصلنا إلى الدرس الثاني من الوحدة الرابعة عن نبي الله شعيب عليه السلام وعلى نبينا أمضل الصلاة والسلام سيدنا شعيب اسمه يثرون بن صفيون كما ورد في كتب التاريخ يرجع نسبه إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام من صفات سيدنا شعيب كان حليما صادقا وقورا كان إذا ذكر سيدنا شعيب أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيما دعاهم إليه مدين هم من صلاة سيدنا إبراهيم أي أنهم عرب يسكنون أين يسكنون في مدينة مدينة تسمى مدين وهي قرب معان جنوب شرق الأردن من صفات هؤلاء القوم أنهم الكفر بالله والعياذ بالله يبخسون الناس حقوقهم يظلمون الناس يسرقون الناس يزيفون الأموال ويبدلونها مزيفة بصحيحة فكان عملهم هو الإفساد في الأرض قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ضبكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين سيدنا شعيب كان يتلطف في تذكير قومه حتى أنه كان يقول يا قومي يا قومي يذكرهم بالنسب والأخوة التي بينه وبينهم فكان يلين لهم في الخطاب ويؤكد لهم حقيقة أن العبودية لله عز وجل ووجوب طاعة الله وتوحيد الله عز وجل أكثر سيدنا شعيب من دعوته والحوار معهم لكنهم هل آمنوا؟ لم يؤمنوا أمرهم أن يؤفوا الكيلة والميزان والميزان وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم نهاهم عن الفساد والكفر ونشر الكفر بين الناس وقتل الناس ظلما وبهتانا نهاهم عن قطع الطريق وسلب أموال الناس ليمنعوهم من المجيء إلى سيدنا شعيب وحتى لا يسمعوا دعوة سيدنا شعيب لكن هل آمنوا؟ لم يؤمنوا بل جحدوا وأخذوا يصدون الناس ماذا فعلوا؟ أخذوا أولا يكذبون سيدنا شعيب ثانيا اتهموه كما اتهم الأقوام السابقة اتهموا سيدنا نوح وسيدنا صالح وسيدنا لوط اتهموا سيدنا شعيب بالسحر وأن هناك فساد في عقله حاشا قال تعالى فيما حكاه عنهم قالوا إنما أنت من المسحرين ثالثا ماذا فعلوا؟ تربصهم بالمؤمنين فقد عمد قوم شعيب إلى قطع الطريق بعلى المؤمنين حتى لا يصلوا إليه ويتعلموا أحكام الله رابعا من الأساليب التي استخدموها ضد دعوة سيدنا شعيب استهزاؤهم بسيدنا شعيب فقالوا له كما حكاه الله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد كذلك من الأساليب هو تهديدهم لشعيب عليه السلام بالإخراج من القرية قال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين وكذلك هددوا سيدنا شعيب بالرجم قال تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز فدعا سيدنا شعيب الله عز وجل فيما حكاه في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي أن سيدنا شعيب سلم أمره إلى الله يا رب أنت تفصل بيني وبين قومي فاستجاب الله تعالى لدعائه فأخذتهم الرجفة وهي الزلزلة فقال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين هذا في سورة الأعراف أما في سورة هود عبر الله تعالى عن عذابهم بالصيحة فقال تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يذكر المفسرون أن الله تعالى جمع على قوم شعيب ثلاثة أنواع من العذاب الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة فيقول المفسرون أن الله تعالى جزاء وفاقا وافق العذاب لما فعلوه مع سيدنا شعيب فالرجفة لماذا لأنهم كذبوا سيدنا شعيب وأرادوا أن يخرجوه من القرية فرافق إخراجهم أن يكون العذاب الرجفة والصيحة عندما قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا فجاءهم عذاب ماذا؟ فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي الصيحة لإسكاتهم لافتراءهم على سيدنا شعيب وفي سورة الشعراء عندما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فوافق العذاب فأخذهم عذاب يوم الظلة أبرز ما يستنبط من هذه القصة قصة سيدنا شعيب وسيرته الكريمة أن الله تعالى بعث لهم سيدنا شعيب إلى مدين أخاهم شعيبا وهو أخوهم في النسب وليس أخوه في الدين فدعاهم بكل حنو وشفقة وإخلاص وكان قومه شر الإخوان فحق عليهم غضب الله تعالى المسألة الثانية أن هدف الأنبياء جميعا هو الإصلاح لتغيير المنكرات والمفاسد والانحرافات وهكذا كان يسعى سيدنا شعيب المسألة الثالثة واجه سيدنا شعيب قومه وجادلهم ببلاغة حتى لقب بخطيب الأنبياء فأنكر عليهم المفاسد والمنكرات لإزالتها كالتطفيف والكفر بالله عز وجل رابعا اتصف قوم سيدنا شعيب اتصف هؤلاء القوم أهل مدين بالكفر وبخص الناس أموالهم في المكاييل والموازين والإفساد في الأرض خامسا إن الله مهلك الكفرة وناصر المؤمنين فقد نجى الله تعالى سيدنا شعيب ومن معه وأهلك الكفرة وأخيرا عزاء طلبة ما هو مطلوب منكم في هذه القصة المطلوب أولا من هو سيدنا شعيب قوم مدين ماذا فعلوا ماذا أفسدوا كيف واجههم سيدنا شعيب وكيف قابل قومه وكيف نصحهم كيف هم قابلوه وكيف هم واجهوه كيف عذب الله عز وجل أهل مدين وأخيرا ماذا نستنبط من هذه السيرة العطلة الكريمة وتحل أسئلة المناقشة على ورقة وترسل صورة إلى قروب التليجرام نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعكم وأن تكونوا بصحة وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته